السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم خاص بالنص التقويمي الأرغانو إرث حضاري مرجع في رحاب اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم ابتدائي الصفحة 42 إذن سنبدأ بقراءة النص ثم سنجيب على الأسئلة الخاصة بهذا النص إذن تابعوا معي الأرغانو إرث حضاري كانت أشجار الأرغان في الزمن القديم تغطي مساحات كبيرة من أنحاء شمال إفريقيا إذن سنقوم بشكل هذه الجملة تغطي مساحات كبيرة من أنحاء شمال إفريقيا لكنها أصبحت اليوم من أنواع النباتات المهددة بالانقراض فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أن أكثر من ثمانمائة ألف هكتار من الأراضي في جنوب المغرب التي تقع بين مدينتي الصويرة وأقاديرا محمية طبيعية لكونها أول مكان في العالم تنبت فيه أشجار الأرغاني والمعروف أن شجارة الأرغاني عاشت بالمغرب ملايين السنين وبمقدور الواحدة منها أن تعمر لأكثر من خمسين ومائتي سنة والأرغاني شجار عظيم يعلو لأكثر من عشرة أمتار ذو جذور قوية وعميقة يصل طولها إلى ثلاثين مترا وأخرى سطحية أما جذع الشجرة فصلب وملتوين كثير العقد أغصانه شائكة وأوراقه دائمة الخضرة ولا تسقط في فصلي الخريف والشداء ولشجرة الأرغاني أهمية كبيرة في المحافظة على البيئة بسبب عدم حاجتها الكبيرة إلى الماء ومساهمتها الفعالة في منع جرافي الطربة والتصحر كما يستعمل حطب شجرة الأرغاني وقودا للتدفئة والطبخ لبقائه مشتعلا مدة طويلة ويستخدمه السكان هياكل لدعم البنايات التقليدية أما بقايا ثمرات هذه الشجرة فتقدم علفا للباشية إذن هذا هو النص إذن سنمر الآن إلى الأسئلة نبدأ بالقراءة والفهم السؤال الأول أبحث عن عائلة كلمات يستعمل إذن عائلة الكلمة استعمل استعمال مستعمل مستعمل السؤال الثاني أرتب الأفكار الآتية بحسب ورودها في النص المغرب من بيت أشجار الأرغاني شجرة الأرغاني من الأشجار المعمرة شجرة الأرغاني شجرة محافظة على البيئة إذن بطبيعة الحال فهذه الجمل هي أصلا مرتبة إذن حسب ورودها في النص إذن الفكرة الأولى المغرب من بيت أشجار الأرغاني الفكرة الثانية أو عفوا شجرة الأرغاني من الأشجار المعمرة والفكرة الثالثة شجرة الأرغاني محافظة على البيئة سؤال موالي أبدي رأيي في قول الكاتب شجرة الأرغاني شجرة محافظة على البيئة مع تعليله إذن نوضح الموقف ثم نعلل أتفق مع قول الكاتب لأن شجرة الأرغاني من الأشجار التي تساهم في الحفاظ على البيئة وذلك عبر منع جراف الطربة والتصحر بالإضافة إلى عدم حاجتها لكميات كبيرة من الماء إذن نمر إلى الظواهر اللغوية السؤال الأول الصرف والتحويل أحول الجملة عيش كريما مع الشجرة باستعمال الضمير إذن أنت عيشي كريمة مع الشجرة أصرف فعل سقط في الماضي والمضارع والأمر مع ضمائر المتكلم والخطاب إذن بالنسبة للماضي أنا سقطت أنت سقطت أنت سقطت أنتما سقطتما أنتم سقطتم أنتنا سقطتنا نحن سقطنا في المضارع أنا أسقط أنت تسقط أنت تسقطين أنتما تسقطاني أنتم تسقطون أنتنا تسقطنا نحن نسقط في الأمر أنت أسقط أنت أسقطي أنتما أسقطا أنتم أسقطوا أنتنا أسقطنا نمر الآن إلى الإعراب إذن أترى كيف سنعرب الكلمات ثم الجملة إذن مساحات لكنها أكثرة إذن لاحظوا معي هذه الكلمات المطلوب مننا أن نعربها إذن مساحات إذن هنا مفعول به ثم لكنها إذن نسخ حرفي إذن إن الكلمة الموالية أكثر أن أكثر إذن اسمه أن إذن مساحات مفعول به منصوب بالكسر النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم لكنها إذن لكننا سخحر فيه ها دمير متصل مبني في محل نصب اسم لكن عفوا وليس اسم لكن لكن من أخوات إن أكثر إسمه أن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره نمر الآن إلى الجملة تنبت فيه أشجار الأرغاني تنبت فيه أشجار الأرغاني إذن تنبت فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة على آخره فيه في حرف جر هي دمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور أشجار فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على آخره وهو مضاف الأرغاني مضاف إليه مجرور بكسرة الظاهرة على آخره بالنسبة للإملاء أصوغ فعل الأمر من المصادر الآتية وأبين نوع الهمزة الإكرام العمل الإحسان الجلوس إذن أكرم همزة قطع إعمل همزة وصل أحسن همزة قطع إجلس همزة وصل إذن بالنسبة لأمر الفعل التلاثي إذن فهو يكتب بهمزة وصل يكتب بماذا؟ همزة وصل وبالنسبة للأمر الفعل الرباعي يكتب بهمزة قطع أمر الفعل الرباعي بحال أكرم أكرم وأحسن هذا يكتب بهمزة قطع همزة قطع وكما قلت لكم بالنسبة للأمر الفعل التلاثي فهو يكتب بهمزة وصل السؤال الأخير تعبير الكتابي أستعينه بأفكار النص الأساسية لألخص النص بأسلوب الخاص إذن سنقول يعتبر المغرب من البلدان التي تشتهر بشجرة الأرغاني التي تعتبر من الأشجار المعمرة فقد يتجاوز عمرها 250 سنة وتعتبر هذه الشجرة صديقة للبيئة لأنها لا تحتاج لماء وفير وتساهم في منع جراف التربة ولها عدة فوائد صحية وتجميلية إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو موعدنا إن شاء الله يتجدد في الفيديو القادم مع دروس الوحدة الثانية دائما على نفس القناة تكونوا في الموعد إلى اللقاء